بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهل وانسلام وحضراتكم طبعا شخصية قلم البيت شخصية اثير الجدل حولها وعنها اه مدة طويلة وكان فيه قيل وقال وشد وجد الى اخرة اه طبعا ما كنت بتسئل كنت بقول ان النص موجود وان النص صحيح ما فيوش اي مشكلة المشكلة كلها فيه عملية الاسقاط او التأويل او ما شابه اه ما حدش تناول النص ده خالص قبل كده اه فيه ناس بتنكر وجوده فيه ناس اه عاملة ساعة مش شايفاه اه فيه الناس اه بيسطوا على النص لكن دون ان اه يتناولوا اه بيعملوا الاسقاط اه على هواهم يعني دون تفنيد للنص او ما شابه اه فاحنا النهاردة ان شاء الله هنتناول النص وهنتناوله كلمة كلمة وهنفنده ونبرز اه ملامح هذه الشخصية من واقع الكلام اه المقال عنها من حضرة سيدنا الامام عليه عليه السلام الله وعلى الرغم من الكلام واضح الا ان احناح نحاول نوضحه اكتر مع حضرتكم بازن الله خلونا الاول نستمع للنص وآآ يعني نركز مع معني والفاظه وارجع على حضرتكم مرة تانية ونبدأ الشرح والتفنيد بازن الله تعالى وبكنانة الله سيوف صوارم هم اعظم اجناد بها قلم آل بيتنا بادي صاحب حجة على الشاكين موسيقى يبسط الله له بصاق المودة موسيقى واليد على المعاندين موسيقى يصدع بامرنا موسيقى وينصح لاصحاب مصر بنصحنا موسيقى في ارض ادن الله ان يرفع منبر فيها لنا موسيقى موسيقى يلقى الضر والسحر والقتل والتثريب موسيقى لكنه منصور بنا موسيقى ينابذ بالتهوين طارة موسيقى موسيقى وطارة بالاذى والترهين موسيقى 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 وحماه ظهرنا موسيقى موسيقى وهو بسر أسماء لله قائد ماض بنون والقلم وما يسترون من ناواه فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعنه يماهد للعظيم المهدي العقول ويسل ليعلم به الناس سيفا للعلى هو المسلوف نرجع تاني للنص اللي سمعناه وهو نص من جفر سيدنا الإمام عليه عليه سلام الله يتحدث عن مصر وعن رجال مصر وعن أحد هؤلاء الرجال وهو قلم آلة البيت وبكنانة الله سيوف صوارم هنا حضرة سيدنا الإمام عليه يؤكد معنى أن مصر من دمن مهامها أن تكون كنانة وخزينة لحفظ خير جنود الله في الأرض لا فقط خزينة وجعبة لأسهام بل هي خزينة وجعبة لسيوف قواطع حادة شرسة شجاعة مقدامة هذا هو معنى السيوف الصوارم بكنانة الله سيوف صوارم هم أعظم أجنادي أي أن مصر وأهل مصر وشعب مصر هم أعظم أجناد آلة البيت وحضر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا حضر سيدنا الإمام عليه ما بيتكلم بصيغة رسمية عسكرية فيريد أن ننتبه للكلام حضر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية وحضر سيدنا حمزة بن عبد المطالب عليه سلام الله وردوان الله عليه عم حضر سيدنا رسول الله أسد الإسلام كان القائد العام للقوات المسلحة الإسلامية أما حضر سيدنا الإمام عليه عليه سلام الله كان رئيس الأركان للقوات المسلحة الإسلامية بعدما استشهد سيدنا حمزة رضوان الله عليه جمع سيدنا الإمام علي ما بين المنصبين أصبح هو القائد العام ورئيس الأركان في نفس الوقت فلما بسيدنا الإمام علي بيتكلم ويقول هم أعظم أجنادي بيتكلم بصيغة رسمية عسكرية وعلى الكل أن ينتره وعلى شعب مصر أن يفهم هذا المعنى ويعيه ويستوعبه جيدا لأن القادم لابد أن نثبت فيه بأننا بحق خير أجناد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخير أجناد جيش المسلمين وخير أجناد الأرض هذا هو القادم لكم يا شعب مصر ولا مهمة ستعلو فوق هذه المهمة أنتم صيوف صوارم أنتم أعظم أجناد الأرض وخيرها في كافة المجالات لا في العسكرية فقط في كافة المجالات في الصحة في التعليم في الزراعة في الصناعة في التكنولوجيا في الإعلام في كافة المجالات أنتم الخير أنتم الأعظم أنتم أصحاب الريادة وأصحاب السيادة والبداية من عندكم البداية من عندكم فعليكم أن تستوعبوا هذا الأمر جيدا لأن الجاي إن شاء الله تعالى هيبقى تحدي كبير جدا في إثبات أنكم أهل لهذا التوصيف وأنكم تستحقون هذا الشرف الإلهي والنبوي والآلبيتي هم أعظم أجنادي بها قلم آل بيتنا بادي هنا سيدنا الأعمى علي بدأ يحدد الكلام عن شخص بعينه وهذا الشخص بمصر بها موجود في مصر قلم آل بيتنا بادي هذا الشخص سيبدأ يبدأ بماذا هنفهم هنفهم في وسط الكلام يبدأ بإيه بالزبط هذا القلم إيه اللي هيبدأه وإيه اللي هيعمله بها قلم آل بيتنا بادي صاحب حجة على الشاكين الشاكين هم المشككين الشاكين تعني هنا ليسوا الشاكين أصحاب الشكاوة لا ولو أصحاب شكاوة مش هو صاحب حجة عليهم هيبصاحب حجة ليهم لكن هو صاحب حجة على المشككين اللي بيشكك في الحق اللي بيشكك في صحيح الدين اللي بيشكك في سوابت اللي بيشكك في نبوآت اللي بيشكك افتحها بالتشكيك الآخر هذا الشخص لديه من القدرات أن يرد على كل هؤلاء المشككين وكل ما يشككون فيه بالحجة وبالدليل وبالبرهان هو صاحب حجة على الشاكين يبسط الله له بساطة المحبة بساطة المودة واليد على المعاندين يبسط الله له بساطة المودة باختصار وقيت عليك محبة مني بمعنى أن هذا الشخص كل من يتعامل معه سيجد أنه يحبه وأنه يميل إليه وأنه يرغب في التعامل معه أو يرغب في الأغذى منه سواء بأي صورة هذا الشخص بيتعامل مع الناس محدش لسه فاهم أو عارف الشخص ده بيتواصل مع الناس بأي صورة من الصور يبسط الله له بساطة المودة واليد على المعاندين يعني المعاندين المشككين الأفاقين المدلسين المزولين الكاذبين هذا الشخص سيتكون له اليد العليا عليهم بما لديه من حجج ومن براهين ومن أدلة يدمغ بها حججهم ويدمغ بها تشككهم ويدمغ بها على تدلسهم تدلسهم وما شابه يصدع بأمرنا أي يعلن الحق يبينه ويظهره يصدع بأمرنا الصادع بالحق هو الذي يعلنه ويظهره ويبينه هذا هو معنى يصدع بأمرنا طب بأمرنا هنا عيدة على إيه بالضبط عيدة على كل أمر إلهي سواء في القرآن أو في السنة أو في ميراث إلى البيت أو في موروث الصحابة يأمر أو يحث الإنسان على أن ينصر الحق أو يقول الحق أو يدافع عن الحق وتتجلى هذه المعاني في كلام حضرة سيدنا الإمام علي لما بيقول وعلموا أن الله تبارك وتعالى يبغد من عباده المجادل بالباطل والجاهل الذي لا يتعلم ولا يحاول ويبغد المتلون وكاتم الحق وهو يعلم فلا تزولوا عن الحق وولاية أهل الحق نفهم من مضمون الكلام ده أن هذا الشخص استوعب تلك الأوامر وتلك الرسائل المتنثرة ما بين القرآن والسنة وعلوم آل البيت وموروث الصحابة وميراث المسلمين فيما يخص الحق وفهم أمر سيدنا الإمام علي في هذه الكلمات وبدأ يصدع بالحق تنفيذا لأمر سيدنا الإمام علي فلا تزولوا عن الحق وولاية أهل الحق وينصح لأصحاب مصر بنصحنا وينصح لأصحاب مصر بنصحنا أصحاب مصر هنا المقصود بيهم حضراتكم شعب مصر أهل مصر ده المقصود بأصحاب مصر في هذه الجملة أو في هذه الوضعية وينصح لأصحاب مصر بنصحينها يعني هيقدم المشورة يقدم المساعدة يقدم العون ويدعو الناس للعمل بالنصائح دي أو بالإرشادات دي أو بالملاحيز اللي هو بيقولها أو ما شابه وبنصحينها هنا معناها أن هو بينصح الناس أو بيرشد الناس أو بيدل الناس على طريق السادة إلى البيت على سكة السادة إلى البيت على علوم السادة إلى البيت على تعليم السادة إلى البيت على وصايا السادة إلى البيت على أخلاق السادة إلى البيت هو بيمارس الدور ده بشكل أو بآخر مع الناس وبيحاول يوصلوا قدر المستطار في أرض أذن الله أن يرفع منبر فيها لنا طبعا الأرض هنا مقصوب بها مصر هو تأكيد على الكنانة بها قلم قاله بيتنا بادي فهل تأكيد على أن هو شهد الشخص موجود في مصر وأنه مصري أذن الله أن يرفع منبر فيها لنا المنبر بداية ارتفاع منبر السارق إلى البيت في مصر بدأ مع تواجد حضرة سبنا الإمام الحسين ووصول الرأس الشريف إلى مصر من هذه اللحظة بدأ يوضع حجر الأساس لمنبر آل البيت في مصر في آخر الزمان يلقى هذا الشخص الملقب أو المسمى في هذا النص بأنه قلم إلى البيت يلقى الضر والضر هو كل إيذاء مادي أو معناوي يسبب ألم يسبب وجائع يسبب مشابه يعني هذا هو المقصود من الضر هذا الشخص يعني يستهدف في إيذاءه بدنيا أو يستهدف في إيذاءه مديا أو يستهدف في إيذاءه روحيا أو يستهدف في إيذاءه معنويا أو نفسيا أو ما شابه والسحر إذن هذا الشخص سيحارب أو يحارب بالسحر يستخدم ضده السحر بمختلف ألوانه وأشكاله كي يتم يعني الوقوع به أو هزمته أو الإقاع به أو ما شابه فبيمرسوا عليه السحر والقتل والتثريب والقتل أي أنه سيستهدف بالقتل ستكون هناك محاولات لقتل هذا الشخص ومحاولات لاغتياله التثريب التثريب هنا المقصود بيه توجه له عبارات من اللوم والتوبيخ وما شابه يعني ده المقصود بكمة التثريب أنه يتهم باتهامات مش فيه ويبتدي أن اللي بيتهموه دول يوجهه له لوم ويوجهه له توبيخ بناء على الاتهامات الكاذبة دي بناء على الاتهامات الكاذبة دي لكنه منصور بنا أي أن هذا الشخص في النهاية منصور بمدد السادة إلى البيت بدعوات السادة إلى البيت بحفظ السادة إلى البيت بنصرته للسادة إلى البيت بإعلاءه من شأن حضراتهم بوقوفه بجوار الحق الذي ينتمي للسادة إلى البيت والسادة إلى البيت ينتموا إلى الحق وبالتالي نصره الله الحق بنصرته للسادة إلى البيت وبنصرة السادة إلى البيت له ومن هنا هو منصور بهم لكنه منصور بنا ينابذ والمنابذة هي المعداء المنابذة اختصار يعني المعداء أي أن هذا الشخص ستتم معاداته بعدة وسائل منها التهوين التهوين هو التقليل من الشأن مع افتراء الأكاذيب لأجل تمصر حقائق هذا هو التهوين هذا هو المقصود هنا بالتهوين التهوين هو افتراء الأكاذيب للتقليل الشأن مع طمس الحقائق هذا هو المقصود بالتهوين هنا ينابذ بالتهوين طارة وطارة بالأذى الأذى هنا المقصود به الضرر القبيح والإساءة يعني يساء إليه بشدة جد وعنف يتم محاولات إضراره بقبح وبسفلة ده المقصود بوطارة بالأذى والترهيب أي التخويف والإفزاع ونقول إيه الإبعاد في عملية إبعاد لهذا يواجه عملية إبعاد بعملية تخويف وإفزاع وحماه ظهرنا تقريبا نفس المعنى ولكنه منصور بنا أي أنه محمي ظهر محمي بالسادة آل البيت هم هو في كنفهم هم يعني يشملونه برعايتهم وبحفظهم وهنا المعنى يشمل عالم الروح وعالم الشهادة أي أنه محمي ومحفوظ وممدود من السادة آل البيت في عالم الروح ومحمي ومحفوظ من كبار السادة آل البيت في عالم الشهادة الآن يعني يرعونه وغدين بالهم منه بيسعدوه بما شابه يعني وحماه ظهرنا لا يخف الله لو ما تلائم أي أنه شخصية حادة حاسمة قاطعة قاسمة حازمة في كل ما يخص قضايا الله لا يخف الله لو ما تلائم طالما هو بيقول الحق وبيدافع عن الحق وبيناصر الحق لجل وجه الله ولله فهو لا يخشى أحد بالمطلق ده معنى كلمة لا يخف الله لو ما تلائم وهو بسر أسماء لله قائم قائم في مواجهة أعداءه قائم في مواجهة أعداء الله قائم في مواجهة أعداء رسول الله والسادة ألى البيت قائم في مواجهة أعداء مصر بسر أسماء لله يعني هذا الشخص يحافظ على أوراد خاصة به هو تعتمد على أسماء لله سبحانه وتعالى من الأسماء التي تحفظ وترعى وتحصن وتقوي وتسلح وما شبه ماض بنون والقلم وما يصرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فهو لا يبالي ما يقال ولا يهتم فهو يثق في الله سبحانه وتعالى يثق في ما بيديه من نور علوم الله سبحانه وتعالى في القرآن في السنة في علوم السرق للبيت في مورس الصحابة إلى آخر كل ما هو بيديه من علوم هو يثق فيها تماما ويسير بقوة القرآن وبنور القرآن ولا يأبه بما يقال فهو يعلم تمام العلم بأنه ليس بمجنون كما يتم اتهامه بل هو على حق وعلى يقين وعلى ثقة كبيرة بأنه يدافع عن الحق ويناصر الحق وأنه سيصل إلى مقربه النهائي وهو النصر التام على الباطل وأهل الباطل إن شاء الله تعالى هذا هو المعنى الخاص بماض بنون والقلم وما يصطرون من نوأه فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعنه من سيناوأ هذا الشخص من سيعاديه من سينابذه من سيقف ضده سيقف أمامه من سيتهمه من ينوأه بأي صورة من الصور فحضرة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن كل هؤلاء ومعنى هذا أن هذا الشخص هو من ولد حضرة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعزيز على حضرته جدا ودوره مهم جدا لدرجة أن حضرة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلعن من يحاول أن يعطله أو يعاديه أو يقف أمامه أو ما شابه وهنا يدينا أهمية هذا الشخص أهمية دوره وأهميته هو عند حضرة سنة رسول الله ومحبته ومعزته الشخصية عند حضرته ويسل أو ويسل الاتنين تدينا نفس المعنى هو في النهاية سيسل سيفا أو هو سيسل سيفا في كلا الحالتين هو المعنى يشمله ويخصه هو سيف من سيوف الله في مصر هو سيف صارم حازم بطار في وجه أعدائه وأعداء الله ورسوله وأهل البيت وأعداء مصر وهو بحد ذاته سيسل سيفا من الحق يواجه به هؤلاء الأعداء ويعني يطعنهم في سويداء قلوبهم ويعني يضحر كل أكاذبهم ويدمرها تدميرا ليعلم به الناس سيفا للعلى هو المسلول هو هيكون نموذج قدام الناس في كونه سيف في سبيل الله سيف بطار لرفعة الحق ونصرته هو بحد ذاته هذا الشخص هيكون نموذج ومثال يعلم به الناس سيفا للعلى مسلول للناس من خلال هذا الشخص هتثق في أن لله رجال وأن لله جنود وأن لله سيوف صوارم في أرض مصر ده كان نص قلم إلى البيت باختصار شديد ده التوصيف بتاع هذه الشخصية ده يعني كل ما يدور حولها من معاني ومن ملابسات ماقدرش أسقط الشخصية على حد بعينه الأمر متروك لحضراتكم حضراتكم اللي تحددوا مين هي الشخصية دي واعتقد دلوقتي حضراتكم بعد مرور سنين طويلة من ساعة قيام الأحداث في 2011 ومرورا بكل العد علينا تقدروا تحددوا مين الشخصية دي مين اللي قام بالدور ده أو بيقوم بالدور ده أو بيواجه مثل هذه الأمور كده احنا أنا شخصيا يعني احنا النهاردة 19 يوليو 2023 دي الزكرة 11 لاختفاء الجنرال عمر محمود سليمان الفحام صحابي مصر الممهد الأول لحضر سن الإيمان المهدي عليه السلام الله الذي نرتقب عودته عاما قريب بصورة مفاجئة ومباغتة إن شاء الله تعالى ليمحي ظلام الليل ودي كده السنة العشرة للعبد الفقير فيه يعني مجهوده البسيط واجتهاده المحدود الإلكتروني مع متابعين بشكل عام سواء على الفيسبوك أو على يوتيوب فيه تقديم كل ما هو متاح في ما يخص علوم أشارة الساعة أو علوم آخر الزمان وأعتقد والحمد لله رب العالمين أن أنا قدمت رصيد قوي ويبير وهيكون مرجع للناس سواء حاليا أو فيما بعد إن شاء الله تعالى أنا متأكد أن هذا الرصيد سيتهافت عليه الناس لأنهم هيجدوا ظلتهم فيه بإذن الله حضراتكم دلوقتي معاكم الرصيد ده رصيد من سلاسل وثائقية من برامج حوارية من بسوص مباشرة أنا اتكلمت فيها رصيد يخص مواضيع عامة تخص بني إسرائيل تخص أسابات السحر ومافيا السحر تخص أمور يعني مهمة زي الأهرامات زي يعني ما شابه ورصيد يخص الدجال بشكل كبير رصيد يخص حضرة سيدنا الإمام بشكل كبير رصيد يخص الشخصيات الاعتبارية خاصة الشخصيات المصرية بشكل كبير يعني في معاكم حاجات كتيرة تقدروا ترتكنوا إليها في الليام اللي جاية وانتوا بتتبعوا المشهد وبتتبصروا حوالين منكم كويس وارجوا وانتوا بتتبعوا وبتتبصروا تشوفوا كده أخبار للناس التانية إيه بيقدموا إيه بيقولوا إيه مفيد للناس فيما ينفع الناس بعيدا عن الرتح وقلة الأدب والسفلات والقذرات وما شابه أنا مش بنسحب من المشهد يعني مش بختفي خالص للأبد يعني لأ أنا بس إيه قطوة للخلف كده يعني وازبة للخلف استراحة محاربة يعني سموها زي ما تسموها يعني أنا عندي الرغبة في ده أنا حاسس إن أنا الحمد لله قدمت اللي قدر عليه آه فيه ما هو لدي ممكن أتكلم فيه بزيادة آه لكن بصراحة أنا حابب إن حضراتكم تاخدوا التجربة آه بعيد عني آه عايزكم تبصوا للمشهد كده بعيد عن محمد عيسى إبراهيم آه وتتلاحظوا آه الدنيا ماشية إزاي مين بيعمل إيه مين بيقول إيه مين بيوجه الناس لإيه مين آه بيروج لإيه وهكذا آه وحضراتكم أنا واثق إن أنتوا هت آه هتقفشوا هؤلاء بأنفسكم يعني آه وجي الوقت إن حضراتكم آسف يعني تعتمدوا على أنفسكم آه تتعاملوا مع الأمر بعيدا عن أي آه آه أفكار مسبقة سواء الأفكار دي خاصة بأشخاص أو الأفكار دي آه خاصة بنبوئات أو بمشابهها وجهوا الواقع من حيث أنتم تعيشونه وجهوا بصراحته وجهوا بحقيقته وجهوا بقبحه معاكم رصيد علمي تقدروا يعني تتبصروا بيه ما هو قادم من أيام الشخصيات الاعتبارية موجودة والتعريف بيها أعتقد من خلال القناة على قد حالها دي تم وكل اللي بيب بالإشارة يفهم الشخصيات الاعتبارية الخاصة بمصر موجودة وتم التصريح بكبرهم وتم التصريح من عشر سنين مش المبارح مش أول المبارح أول من يعني تكلم بوضوح وبصراحة في أن حضرة اللواء عمر محمود سليمان الفحام هو أحد الشخصيات الخاصة بمصر أو كبير الشخصيات الخاصة بمصر وقتها كنت متصور أن الصاحب والصحابي شخصية واحدة يعني كان في بداية المشوار لسه فكان أول حد يعني ده كان العبد الفقير إلى الله والحمد لله لم أغير موقفي يعني تنتوف أكده من يوم ما أعلنت ده في نوفمبر 2013 إلى وقتنا الحالي نحن نلوقتي في يوليا 2023 يعني عشر سنين إلا أربع شهور عشر سنين بالهجري عشر سنين بالميلادي إلا أربع شهور عشر سنين بالهجري بالضبط إن شاء الله فيعني الحمد لله ما تزحزحتش خطوة ولا قيدة ألمولة واحدة على الرغم بقى من يعني كمية الحرب من شتايم من يعني حاجة كتير بقى يعني بالعشر سنين حاجة كتير فالحمد لله يعني وأعلننا عن شخصيات تانية زي قيصر الكنانة وضحنا شخصية صاحب مصر وأبعادها وتفاصيلها وختمنا الكلام بشخصية قلم آلة البيت اللي أنا بشوفها إن هذه الشخصية مش هتكون شخصية منفردة هي صفة لأحد الرجال الاعتباريين الكبار أحدهم يملك هذه الصفة والله تعالى أعلى وأعلم المهم حضراتكم دلوقتي على علم تام بوجود صحابي مصر سيادة اللواء عمر محمود سليمان الفحام حضراتكم على علم الآن بوجود أحد أهم الرجال الشجعان لمصر وهو قيصر مصر سيزار الكنانة حضراتكم الآن على علم بأهم سمات وصفات شخصية صاحب مصر حضراتكم دلوقتي على علم بأهم سمات وصفات شخصية قلم آلة البيت فأعتقد الرصيد ده مش قليل ورصيد محترم يساعدكم كتير في اللي جاي حضراتكم دلوقتي ليكم وجهة نظر مختلفة ورؤية مغايرة تماما لصورة الكهف عما سابق يعني عما قبل شايفين فيها دلوقتي حاجات ما كنتوش شايفينها قبل كده ده بفضل من ربنا سبحانه وتعالى أنا عم عليه بينا جميعا مش حاجة أنا يعني يعني جبتها من عندي ده الله فتح لي البصيرة والفهم وفتح لحضراتكم البصيرة والفهم ان انتو تاخدوا من اللي انا قلته يعني مش عايز اعدد في حضراتكم معاكم ايه لكن في النهاية حضراتكم الرصيد كبير وان شاء الله هيكون نافع ليكم في كل ما هو قادم بيزن الله هيكون فيه لايف قريب مع حضراتكم عشان اجاوب على اي سؤال يخص صورة الكهف او اي سؤال يخص الشخصيات الاعتبارية بس ارجو عشان يعني ظروف بتاعة قطع الكهربا والحار وكلام ده يبقى اللايف مركزين فيه كلام فيه النقطتين دول سواء صورة الكهف او الشخصات الاعتبارية سيدنا الامام الصحابي الصاحب يعني ما شابه ما نتفرعش في اكتر من كده عشان ما نحرقش الوقت على الفاضي ويعني انا موجود بازن الله وهتلاقوني موجود برضو من خلال حاجات ممكن تتنشر يعني نذكر بعض بيها كده بكل فترة والتانية حاجات صغيرة مقتطفات كده من الشغل القديم يعني نحاول نذكر به الناس على فترات قدر المستطاع في ما هو قادم وفي نفس الوقت اذا الامر استدع ان انا اخرج لحضراتكم في اي وقت تحت اي ظرف من الظروف هتلاقوني موجود كده بدون مقدمات سواء للرد على اي هطرصة في العلم اي حد هينو يطلع كده يقولك بس محاولي يسمش موجود فنطلع مهزي لا انا موجود واي هزيان وتخريف هطلع ارد عليه على طول بدون نقاش او اذا الظروف على ارض الواقع استدعت ان انا اخرج لحضراتكم فانا هخرج ان شاء الله تعالى ارجو تعذروني في التواقف ده او في الاستراحة دي اعتبروها زي ما تعتبروها انا حيه مرهق يعني مرهق جدا مرهق معنويا ونفسيا قبل جسديا مش قصة مش قصة ارهق جسدي الفترة الفاتت كانت صعبة جدا وجديدة ومش سهلة خصوصا من السنة ونص الاخوارة دول يعني من يناير اتنين وعشرين لحد دلوقتي تقريبا انا مش هميتش نفسي يعني فالحمد لله على كل حال والحمد لله على تمكين الله اتحذر منه ضعيف لشخصي في انا امر بالازمة بخير وبسلام وامر منها منتصر واعتقد الاداء اللي احنا شايفينه اشبه بحالات الهزيان الناتج عن سم زعاف لما الكائن الحي يصاب بسم زعاف بيبدأ يهزي واسف في التعبير اللي هقوله إيرايل هزيانه يبتدي إيرايل ويبقى غير متزن ويبتدي حركات الكلية تبقى عشوائية تمهيدا لأنه يتريمي على الأرض مرة واحدة ويغور في ستين داحية فالمشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي وطبعا حضراتكم فاهمين أنا بتكلم عن إيه بالزبط أو عن مين تحديدا المشهد اللي احنا شايفينه بيقول كده خلاص دي ناس وصلت لمرحلة الهزيان نتيجة السم الزعاف فهما بينتهوا يعني تلقائيا زاتيا بينتهوا تلقائيا وزاتيا لأن الصدمة يعني صعبة شوية شديدة الصدمة كبيرة حبتين موسيقى